السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو التشابك العصبي؟ بداية هو في الجهاز العصبي المركزي المشبك العصبي وهو فجوة صغيرة في نهاية الخلاية العصبية التي تسمح ببرور الإشارة من خلية عصبية إلى أخرى تم الأثور على نقاط التشابك العصبي حيث تتصل الخلاية العصبية بالخلاية العصبية الأخرى كما تعد المشابك العصبية هي مفتاح وظيفة الدماغ خاصة عندما يتعلق الأمر بالذاكرة فبالتالي تم تقديم هذا المصطلح لأول مرة في عام 1900 في ألمانيا من قبل عالم كبير جدا فبالتالي دور المشابك العصبية يتلخص بإرسال العصابات أو إرسال الإشارات العصبية إلى نهاية العصبون الذي تسمى الخلية العصبية لا يمكن أن تستمر ببساطة إلى الخلية التالية بدلا من ذلك فهي عملية معقدة وكبيرة جدا من الناقلات العصبية التي يمكن أن تحمل الاندفاع عبر المشبك العصبي إلى العصبون التالي موسيقى